اشتركوا في القناة وحتى في حدوث وفيات تفاديا للكوارث ما هو دور الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر ومع التغيرات المناخية كيف يمكن مواجهة خطر الفيضانات نقاط وأخرى مشاهدين نناقشها بحضور نسعد باستضافة السيد عبد الحميد عفرة منذوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء الخير سيد عبد الحميد وشكرا لك على تلبية الدعوة شكرا مساء الخير وشكرا على الدعوة وإن شاء الله من خلال هذه المداخلة سننور رأيي العام ونعطي ربما معلومات مفيدة للمواطن شكرا خاصة تفسير فيما تعلق بهذه الفيضانات اللي أصبحت تشهدها بعض من ولايات الوطن لما تكون فيه تساقطات مطرية بكميات كبيرة بداية سيد عبد الحميد عفرة في اعتقادك اليوم الكل يتساءل يقول لك تساقط كميات معتبرة من الأمطار نشوفه طرقات مغلقة نشوفه فيه وديان تكون فيه سريان الواد بسرعة كبيرة الأمر اللي يخلي المواطنة اليوم فيه خطر يا ترى ما هو سببه؟ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم إذن كما تفضلت الأخت نعيش وللأسف الشديد أحداث مهولة جدا فيما يخص الفيضانات والجزائر ليسها في معزل عن باقي العالم يعني حتى العالم كله يشهد هذه الأحداث المهولة فيما يخص الفيضانات فالأمثلة فيما حدث أخيرا في إسبانيا والأضرار المترتبة من هذه الأحداث ولابد أن نفرق بين الأحداث العادية والأحداث الكبرى والأحداث القصوى يعني هناك ثلاث مستويات لهذه الأحداث فيما يخص الأحداث العادية والأحداث الكبرى يعني الاستراتيجية موجودة في كل العالم وفي كل الدول وفي الجزائر يعني الاستراتيجية للوقاية وتسيير خطر الكارثة موجودة إما تعلق الأمر بالفيضانات أو بأي خطر آخر نحن نتحدث عن الفيضانات بالنظر للموسم نحن نقبلون على فصل الشتاء إلى غير ذلك أكيد ولكن يعني المقاربة والرؤية والاستراتيجية نفسها إما في تسيير الفيضانات أو حرائق العغبات أو الزلازل أو أي خطر آخر المقاربة هي نفسها وهي ترتكز أساسا على ثلث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة المرحلة القبلية يعني قبل وقوع الكارثة التي هي ترتكز أساسا على كل ما هو الوقاية وكل ما هو التنبأ وكل ما هو الإنذار المبكر وكل ما هو الاستباقية وكل ما هو التحضير والتجهيز وبعدها تأتي مرحلة التدخل لأن كل الاستراتيجيات هدفها وتهدف أساسا إلى تقليص والحد من الأضرار وليس إلغاء الخطر لأن من المستحيل أن نلغي الخطر لأن الخطر مدام هو الخطر هو يعني عبارة عن جداء ما بين عاملين عامل الظاهرة وعامل الهاشاشة إذن من المستحيل أن نلغي الخطر ولكن من الممكن عبر ومن خلال كل استراتيجيات والقوانين أن نقلص ونضح حد لهذه الأضرار إذن أرجع إلى الأحداث هناك الأحداث العادية الأحداث الكبيرة وأخيرا نشهد أحداث قصوى الأحداث القصوى ما هي الأحداث القصوى هي الأحداث التي تقع في ظرف زماني قصير جدا وبشدة عالية جدا وكذلك في ظرف مكاني محدود جدا طيب اليوم الجزائر أين تصنف بالنظر لكل هذه التغيرات المناخية لأنه لما نلاحظوا أنه كميات معتبرة من الأمطار في وقت قصير كما نشوفه في المشاهد طرقات تغلق حتى سكنات خاصة السكنات المحاذية للأودية هذه رح نطرق لها كذلك تغمرها المياه إلى غير ذلك هل الأمر على مستوى الهيئات التي تتابع هذا الملف ونتحدث عنها المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية تعملون على تحييل هذه الاستراتيجية لأن تغيرات المناخية لا نستطيع أن نتحكم فيها ما بين لحظة ولحظة ممكن أن نكون أمام متغير مناخي يفرض علينا كارثة طبيعية أكيد كما قلت يعني الاستراتيجية مبنية على الوقاية ومجبهة الأحداث يا إما العادية يا إما الكبيرة ولكن فيما يخص كما قلت الأحداث القصوى الاستراتيجية يعني لابد أن تحين لأخذ بعين الاعتبار هذه الأحداث الأخيرة يعني أصبحت تحدث أخيراً غير لماذا من جراء ظهير التغيرات المناخية لما نسجل مثلاً في بشار أخيراً وفي نعامة وفي تندوف 120 مليمتر في ظرف ثلاث ساعات كمية جد ما والكمية 120 مليمتر يعني هي تعادل الكمية المعتاد تسجيلها في سنة كاملة إذن كيف تقوم شبكة صرف المياه لكل هذه الكمية الكبيرة جداً من الأمطار في هذا الظرف الزمني من المستحيل لأن كل التصاميم تصاميم الهندسية فيما يخص شبكة صرف المياه ولا فيما يخص مثلاً البنى التحتية تصمم لمجبهة الأحداث العادية والأحداث الكبيرة وليس لمجبهة الأحداث القصوى لأن من المستحيل أن نصمم مثلاً شبكة صرف المياه بقطر يساوي مترين من المستحيل إذن الاستراتيجية الآن لابد أن نقوم بتحيينها للأخذ بعين الاعتبار هذه الأحداث القصوى كيف؟ ليس للحفاظ على الممتلكات لأن الممتلكات من المستحيل بعد أن تغمرها المياه ولا حتى تجربها السيون؟ مدام أن الممتلكات كل ما هي البنى التحتية والمباني والطرقات والجسور والعمارات وكل المباني الأخرى غير مصممة لمجبهة هذه الأخطار القصوى ولكن الاستراتيجية مبنية على الحفاظ على الأرواح هذا الشيء غير مقبول أن في الأحداث القصوى أن تكون هناك وفايات إذن الاستراتيجية المعتمدة حالياً هي ترتكز على الأحداث العادية والأحداث الكبيرة ولا ترتكز ولا تأخذ بعين اعتبار الأحداث القصوى كما قلت التي تحدث في ظرف زمان قصير جداً وبشدة عالية ولكن الآن لابد أن نحينها لأخذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة الجديدة التي جاءت جراء ظاهرة تغييرات المناخية لكي نحفظ على الأقل على الأرواح طيب تحيين هذه الاستراتيجية ما هي أولوياتكم اليوم؟ نعم كما قلت الأولوية أولاً كيفية خاصة أنك تحدثت عن البناء التحتية تحدثت عن نمط العمراني هل لابد اليوم من إعادة مسح ضمن هذه الخريطة العمرانية على مستوى كل الولايات حتى نعرف بأن الولاية الفلانية رأي مهددة بخطر فيضانات ممكن تكون فيه استراتيجية فعالة تدخل مسبق حتى لا نشهدش مثل هكذا كوارث هل تدخل ضمن تحيين هذه الاستراتيجية سيد عبد الحميد؟ أكيد نعم تدخل ضمن التحيين لماذا؟ لأن كما قلت لما نرجع إلى الأحداث العادية والأحداث الكبيرة هناك استراتيجية مبنية كما قلت عن الوقاية أشغال الوقاية نبدأ بها من شهر أوت حتى الأوت المقبل من خلال كل الأشغال الوقائية التي تتقوم بها كل الجامعة المحلية من حيث تنقية الويديان من حيث تنقية كل شبكة صرف المياه وكذلك تنقية كل ما هو نفايات صلبة لكي لا تكون حاجز لصرف المياه وكذلك التوعية والتحسيس والتعليم وكل الأشغال والنشاطات القبلية نقوم بها منذ شهر أوت عبر التراب الوطني هل أصبحت اليوم كافية في ظل نتحدث عن تغيرات مناخية اليوم؟ غير كافية غير كافية كل هذه الأمور نعم لمجابة الأحداث القصوى كما قلت من المستحيل أن نحافظ على البنى التحتية وكذلك على المباني كما تفضلت التي هي في ضيفة في الويديان أو هي على مجرى الويديان الاستراتيجية الحالية نقوم بتحيينها لأخذ بعين الاعتبار هذه الأحداث القصوى من خلال الحفاظ على الأرواح كيف؟ بالإنذار المبكر والاستباقية يعني لما نعلم عبر أرصاد الجوية لما تكون فيه نشريات خاصة للأعصاد الجوية نعم التنبؤات المناخية والمشكلة هنا أنه من المستحيل أن حتى العلم علم التنبؤات المناخية لا يستطيع أن يتنبأ يعني قبل ساعة فيما يخص الأحداث القصوى يعني من المستحيل أن نتنبأ في ظل العلم الحالي بهذه الأحداث القصوى قبل ساعة إذن في ظرف ساعة نتفاجأ حتى كل تنبؤات المناخية تعطي المعطايات فيما يخص مثلا كمية الأمطار والولايات المعنية 24 ساعة من قبل إذن فيما يخص هذه الأحداث من ممكن أن نتفاعل معها ولكن قبل ساعة وقوع الأحداث القصوى نشهد كل هذه الأحداث إذن الشيء الوحيد الذي ممكن أن نقوم به هو الحفاظ على الأرواح فيما يخص وأذكر فيما يخص فقط الأحداث القصوى التي هي أصبحت الآن ممكن عادية أصبحت يعني كل مرة نعيش هذه الأحداث القصوى إذن لابد أن تدرج في إطار الاستراتيجية من خلال تحيينها وكيفية الحفاظ على الأرواح من خلال أولا الإنذار المبكرة على الأقل يعني لما ساعة قبل الحدوث يعني كل نماذج الرقمية الآن من ممكن استعمالها للتوقع بحدوث هذه الأحداث القصوى من ممكن أن نقوم بالإنذار المبكر للمواطنين للبقاء في منازلهم وعدم الخروج وعدم استعمال السيارة وعدم يعني وحينا حتى المنازل تغمرها المياه للأسف شديد سيد عبد الحميد خاصة نفتح الآن قوس بما تعلق بالسكنات المحادية للأودية وحنا كنا رصدنا العديد من هذه العينات لأصبحت اليوم تشكر خطر على قاطنها تذكرت ضغطة جد مهمة كنت تحدث عليها في بداية حديثك تحدثت عن ثقافة التأمين لدى المواطن الجزائري اتجاه هذه الكوارثة الطبيعية وبحسب الأرقام يقول لك ثقافة التأمين شبهها غائبة نوعا ما بحكم الأرقام لراهي تقول ذلك لكن ما بين الثقافة وما بين الردع ما هي الأولويات اليوم سيد عبد الحميد لأنه حتى نشوف فيه مخالفات مثلا على طرقات مثلا أنه فيه بنايات تشيد بمحاذاة وديان رح يتغير مجرى الواد ولما تكثر كمية الأمطار ويكون فيه تساقطات مطارية كبيرة أكيد أنه الواد رح يعود لمجرها الطبيعي الأمر الذي قد يودي بحياة كل سكان رم بمحاذاة هذه الأودية أكيد أذكر فقط شيء أنه الطبيعة مهما تعدى الإنسان عليها يأتي يوم تسترجع حقوقها يعني لما الإنسان يتعدى على الطبيعة لما الإنسان يبني في سرير الواد حتى السرير الصغير يعني للي مينور ولا للي ماجور الطبيعة يعني لا تتفاعل آنيا مع الاعتداء ولكن تترك الوقت تترك الوقت ويأتي وقت أين الألواد يسترجع مجره الطبيعي وكل من يجده في طريقه يجرفه يجرفه نعم إذن هناك أكيد أن هناك بنايات مخالفة للقوانين وغير يعني مشيدة يعني طبقا للقوانين وطبقا لكل التنظيم المعمول به ولهذا الغرض يعني السؤال أنه هل نذهب إلى الردع أو حتى تكون فيه رقابة قبلية بما أن تحدثت عن الرقابة القبلية التي تخليه بإمكاننا أن نحفظ الأرواح أكثر نعم ولكن لا ننسى يعني كانت فترة في الجزائر وللأسف الشديد عشناها كلنا أنه كانت العشرية السوداء يعني ما كانش فيها رقابة وما كانش فيه تطبيق للتنظيم وكانت هناك كثير من الأمور وخاصة البناءات العشوائية والغير القانونية والآن يعني اليوم رأنا يعني في هذه الحالة أن هناك كثير من البنايات غير قانونية ومشيدة في آراض غير قابلة للبناء الحل ما هو؟ الحل هل هو الحل أنه الهدم نقوم بهدم كل هذه البنايات لمن المستحيل؟ هل يعني في كل مرة لما نعيش بعض الأحداث الدولة تقوم بالتعويض غير من مستحيل كذلك؟ هناك يعني حل اليوم أنه لابد أن نذهب إلى التأمين التأمين ضد الكوارث التأمين ضد الكوارث هو مشرع منذ 2004 منذ 1 جنوبي 2004 ومنذ يعني الآن 20 سنة لما يعني نعمل الحوصلة نجد أن عدد يعني المؤمنين في هذا النظام التأمين لا يعني هو لا يعني يصل إلى 10% رقم جد ضائل جد ضائل جدا مقارنة بحجم الكوارث ولو أنه إجباري إذن هنا لابد من سياسة الردع نعم وكذلك سياسة الإنذار وسياسة كذلك الإنذار المبكر والتجهيز وكذلك التحضير وكذلك الوقاية أثنين طيب لما نتحدث عن الوقاية سيد عبد الحميد عفرة نقطة جد مهمة لما نتحدث عن الوقاية نتحدث عن ضرورة تحيين المخططات العمرانية اليوم هل فيه إمكانية لذلك؟ أكيد بالنظر لكل هذه التغيرات لن نقشها اليوم نعم بدراسة خصوصية كل ولاية وما هو الخطر الذي يمكنها أن تتعرض به نعم هذا منذ 2020 منذ 2020 أذكر أنه في اجتماع للحكومة في 18 نظمبر 2020 تمت مناقشة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومجابهة أخطار الفيضانات في 18 نظمبر 2020 يعني منذ أربع سنوات وهذه الاستراتيجية قد حددت كل المناطق المتعرضة لخطر الفيضاني 865 موقع كنت استبقى تحن سقسيك سيد عبد الحميد كم عدد هذه المواقع؟ 865 على مستوى 58 ولاية؟ نعم معروفين يعني محددين بأولا مساحة الحوض المائي ثانيا يعني المعطيات المتعلقة بالغطاء النباتي وكذلك بطربة وكذلك ما نسميه بمعامل امتصاص الماء وكذلك نسبة المنحدر وكذلك كمية الأمطار المتوقعة على مستوى كل هذه الولايات على مستوى كل هذه المناطق السوداء أو المناطق المعرضة للفيضانات 865 موقع يعني معروفين ملاثيات سين عين ووجيم معروفة في الفضاء الجغرافي إذن إحنا لما يأتي أو لما ينشر لما تنشر النشرية الخاصة فيما يخص الأرصاد الجوية نقوم بمجرسلة كل الولايات المعنيين بالنشر الحاصة وكذلك نقوم بإعلام الولايات الآخرين للإعلام وكذلك مرسلة كل الهيئات كل الهيئات المعنية منها المدير العمل الحمال المدنية المدير العمل الأمن الوطني الدرك الوطني وكل الهيئات اللامركزية على مستوى الولايات للتحضير والتجهيز للمجابة هذه بالإضافة إلى كل الأعمال الاستباقية كل الأعمال التي قامت بها كل بلد وكل ولاية فيما يخص الوقاية كما قلت كانت تحضيرات استباقية منذ شهر أوت نعم منذ شهر أوت نعم كلنا رأينا كل هذه الأعمال استباقية ولكن هنا أذكر كذلك وللأسف الشديد كل أعمال التي تقوم بها جماعة المحلية يعني في الماضي كنا نقوم مرة واحدة في الشهر ولكن اليوم الجماعة المحلية تقوم بهذه هذه العملية مرة في أسبوع لماذا؟ لأن هناك كذلك ثقافة ثقافة الخطر وكذلك لأن المواطن هو يعني المواطن هو يعني عنصر فعال في أولا إعداد كل هذه الاستراتيجات وكذلك في تنفيذها يعني لما نرى أن تنقية مثلا شبكة صرف المياه لابد أن نقوم بتنقيتها مرة في أسبوع يعني هذا لن تساءل يعني من المستحيل لما نرى الكل يرى لما نرى مثلا صارقة البلوعات هذه ظاهرة غير مقبولة غير مقبولة يعني منتشرة عبر الوطن سرقة ظاهرة سرقة البلوعات ولما يعني يحدث يحدث فيضان من المستحيل أن هذه الشبكة أن تقوم بصرف كل هذه كمية المياه إذن لابد من يعني التحيين ولابد من المراقبة ولابد من كذلك الردع ولابد من كذلك التأمين لابد أن تكون لنا ثقافة التأمين ضد هذه الكوارث لأن يعني الدولة ربما يعني كون أن الدولة يعني اجتماعية يعني تقوم بمنح إعانات وليس بالتعويض يعني كلمة التعويض يعني تحذف من القاموس نهائيا لا يوجد هناك تعويض من الدولة ما عاد التعويض من شركة التأمين حتى في القانون الجديد الصادر في 24 فبراير 2024 في هذه السنة ألغى كلمة ومصطلح التعويض تقديم إعادة تقديم من الممكن للدولة أن تقدم إعانات من الممكن وليس التعويض لأن التعويض من اختصاص شركة التأمين لأن هناك صفقة ما بين شركة التأمين والمؤمن كل مؤمن يحظى بالتعويض نعم حسب الصفقة حسب الصفقة لأن أذكر بأن التأمين ضد الكوارث لا يعني لا 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 يساوي شيء يعني الثمن القيمة القيمة يعني التأمين هي تلثالاف والاربعالاف دينار جزائري لكل سكن في السنة وهذا سوف سوف يمكن يمكن التعويض نعم التعويض في كل مرة تقوم بالإعانات ويعني أخيرا في 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 بشار ولا في ولاية النعامة ولا في ولاية الندوف وحتى في شهر كذلك في فبراير الماضي في جيجل وولايات الشوق في كل مرة الدولة يعني تكفلت بال السكنات وتكفلت كذلك بكل ما هو إعادة تكوين للأثاث المنزلي وتكفلت كذلك بكل ما هو أضرار فلاحية مخيلة تعود الفلاحين نعم يعني في كل مرة ولكن إلى متى إلى متى أنا مثلا أفضل أفضل أن يعني نصرف كل هذه الأموال في الوقاية في الوقاية لأن أذكر بأن دينار واحد يستثمر في مرحلة الوقاية سوف يوفر لنا حتى إلى 15 دينار في مرحلة التدخل إذن الاستثمار في الوقاية واستثمار مربح جدا ولابد أن يعني نستثمر في هذه المرحلة مرحلة الوقاية وسوف يوفر لنا الأضرار الأخرى في التدخل وفي كذلك مرحلة التعافي طيب سيد عبد الحميد كسؤال أخير في ظل اليوم نعرف أن كل العالم لا يعيش من هذه التغيرات المناخية ولن يكون في منأة عن خطر الفيضانات شفنا ما حدث مؤخرا في إسبانيا هل تمتلك اليوم الجزائر الآليات اللازمة لمواجهة مثل هكذا كوارث بالنظر لهذه الإستراتيجات التي أصبحت اليوم تعتمد نعم أعيد نعم أعيد وأقول أن الجزائر تمتلك استراتيجية وطنية للوقاية ومجبهة خطر الفيضان معتمدة منذ 18 نوفمبر 2020 على مستوى اجتمع الحكومة وهذه الاستراتيجية هي تعتمد على كل الأنشطة وكل الأعمال التي نقوم بها في ثلث مراحل مرحلة التلويقة يعني ما قبل وقوع الكارثة وكذلك مرحلة التدخل ومرحلة التعافي الاستراتيجية موجودة ولكن كما قلت الاستراتيجية تعتمد على الأحداث العادية والأحداث الكبيرة ولا تعتمد على الأحداث القصوى كما قلت التي هي ظاهرة جديدة أصبحنا نعيشها في هذا الزمان من جراء ظاهرة تغييرات المناخية إذن لابد أن نحين هذه الاستراتيجية لأخذ بعين الاعتبار الأحداث القصوى لتفادي وحفظ الأرواح وليس الممتلكات الممتلكات من المستحيل أن نصمم المباني والبنى التحتية لمجابهة الأحداث القصوى لو كان ذلك هو الحل لا كانت حتى هذه العمارة يكون لها ربما أبعاد وهي ربما متر على متر فيما يخص الأعميدة وفيما يخص المنشآت الأخرى إذن هذا هو المشكل اليوم ونقدر نقوله سيد عبد الحميد أنها مسؤولية مشتركة لابد أنه كذلك كل يوم المواطن ينخرط في هذا المصار لحماية نفسه وحماية ممتلكاته الكل يعني الكل معني بالأخطار بالأخطار يا إما الطبيعية وإما من صنع الإنسان لأن أعيد وأكرر أن الطبيعة لا يعني لا 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 يعني ينجر منها كارثة من المستحيل أن الطبيعة تحدث كارثة لا الإنسان هو الذي يحول ظاهرة ظاهرة مثلا ظاهرة الأمطار هو الذي يحول لأنه لو لم يكون الإنسان يعني قام ببناء سكانات في ضيفة في الويديان حتى ولو الواد يعني يخرج من سريره وليس هناك بنايات لا يكون لذلك الأضرار إذن لابد من أولا تكون لدى المواطن ثقافة الخطر واحترام القوانين وكذلك الإنخيرات في المنظومة منظومة الوقاية أشكره جزيلا شكرا سيد عبد الحميد عفرة من دول المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية شكرا جزيلا لك على كل هذا التفاصيل التي قدمتها شكرا شكرا لك مشاهدين بدورنا نصل ويأكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات الطيب المنافع من الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك